شام نصر والكابتن حسين لبيب وكل أعضاء المجلس بمن فيهم بل أول الحضور فيهم الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ذهبوا إلى مقر مجلس إدارة أو إلى مقر نادي الزمالك كي يتم تسليم المهمة رسمياً تعالنا أستعرض كواليس اليوم من الساعة 2 لحد ما اتأخرت شوية ثم تم تسليم المهمة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد يلا بنا هنلاقي النهاردة أنه الساعة 12 الظهر تقريباً وصلت لجنة من وزارة الشباب ورياضة علشان تبدأ في إجراءات تسليم نادي الزمالك إلى مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق كان أول حاضرين من المجلس تقريباً الساعة 2 ظهراً راح إلى الإدارة المالية لمتابعة سير العمل واتطلع على العديد من الملفات هو تواجد بعد كده في مكتب الاشتراكات عشان يراجع بعض الملفات أمين الصندوق حرس على أنه يدي تعليمات للموظفين في مكتب الاشتراكات طالبهم أنهم يخلصوا كل الأزمات اللي بتواجه أعضاء نادي الزمالك الساعة 3 وربع تقريباً حضر الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة اللي كانت تدير نادي الزمالك راح مباشرةً ليجتمع بمسؤولي الشباب والرياضة الساعة 3 ونص حضر الكابتن حسين السيد عضو مجلس الإدارة فوق السن وقبليه تواجد الكابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جي الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وكان مع الأستاذ عمر أدهم عضو المجلس فوق السن العمال هتفوا هم والأعضاء لحسين لبيب اتصوروا صور تذكارية جي بعدها الأستاذ أو المهندس هاني بيرزي عضو المجلس ما التفتش الحد وتوجه للاجتماع على الفور وهي دي طبيعته على فكرة يعني ما تاخدهاش ان هي تناكة يعني هو قاله صريحة ما بحبش الإعلام وأنا بشتغل بس لكن النهاردة الكابتن حسين لبيب كان غضبان ظهرت عليه علامات الغضب فما تيجوا نستعرض ايه أسباب هذا الغضب اللي حصل بالضبط من وقت دخول الكابتن حسين لبيب إلى مقر نادي الزمالك قبل ما يتسلم المهمة رسمية